اشتركوا في القناة ويتم في وقت اقل توفر الوقت ايضا توفر الجهد وتسهل العمل عند فتح هذه العلبة يصعب فتحها باليد ولكن هناك الالة او اداة بسيطة تسمى فتاحة العلب تستخدم في فتح هذه العلب بطريقة سهلة فهذه الفتاحة تعتبر آلة بسيطة تسهل العمل وتوفر الوقت ايضا توفر الجهد عند نزول هذا الشخص بهذه الطريقة فهذا الامر يعتبر صعب فكيف يمكن حل هذه المشكلة؟ بنستخدم صلم او نسميه مستوى مائل هذا المستوى يسمى المستوى المائل فالمستوى المائل يعتبر آلة او اداة بسيطة تسهل العمل توفر الوقت توفر الجهد كيف يمكن الحصول على الماء من هذا البئر؟ طبعا عند الحصول على الماء من هذا البئر يجب استخدام آلة بسيطة بنستخدم الحبل مع الدلو باستخدام البكرة فهي ايضا آلة بسيطة تسهل العمل توفر الوقت وتوفر الجهد عند رفع العلم يمكن استخدام آداء بسيطة تسهل رفع العلم وهي البكرة تستخدم في تسهيل العمل في توفير الوقت ايضا توفر الجهد الآلات البسيطة في منها العديد من الآلات التي توفر لنا الوقت وتوفر الجهد ايضا تستخدم في حياتنا اليومية في تسهيل العمل فهي آلات تساعدنا في الحياة اليومية في منها العديد من الآلات تسمى الآلات البسيطة كل هذه الآلات آلات بسيطة في منها ايضا الاسفين يستخدم في تقطيع الاشجار او الخشب في البكرات المستوى المائل في ايضا العجلة كل هذه الآلات تساعدنا في حياتنا اليومية تسهل لنا العمل توفر الوقت وتوفر الجهد من انواع الآلات البسيطة في عندنا البكرات آلة بسيطة العربة آلة بسيطة العجلة آلة بسيطة ايضا المستوى المائل يعتبر من الآلات البسيطة يوفر لنا الجهد ويوفر الوقت ويسهل العمل في هذا النشاط مطلوب استخدام آلة بسيطة في عندنا اربع آلات هنلصق الآلة في مكانها الصحيح الصورة الاولى لولد يريد فتح هذه العلبة فتح هذه العلبة بنستخدم آلة بسيطة طبعا هي فتاحة العلب العامل في الصورة الثانية يريد النزول الى اسفل ولكن بهذا الشكل يصعب النزول الى اسفل فيمكنه استخدام آلة بسيطة تسمى المستوى المائل المستوى المائل هيسهل العمل في الصورة الثالثة بنستخدم الروافع لرفع هذه الاشياء الى مكان مرتفع الصورة الاخيرة بنستخدم الشوكة او الملعقة كاداة بسيطة من ضمن الادوات البسيطة مطلوب ذكر اسم الآلة البسيطة هذه الآلة تسمى العربة اداة بسيطة يوضع فيها الاطفال الصغار تسمى العربة طبعا في خيارات عربة او بكرة او مستوى مائل طبعا هي تسمى العربة سؤال اخر اذكر اسم الآلة البسيطة التي تستخدم في رفع العلم هل هي العربة او البكرة او المستوى المائل الآلة او الاداة البسيطة التي تستخدم في رفع العلم هي البكرة اذكر اسم الآلة البسيطة هل هي عربة او عجلة او مستوى مائل فيه آلة بسيطة موجودة في المكنسة تسهل حركة المكنسة من مكان الى اخر الآلة البسيطة الموجودة في المكنسة هي العجلة تساعد في تحريك المكنسة من مكان الى اخر في هذه الصورة ما اسم الآلة البسيطة المستخدمة هل البكرة او العجلة او المستوى المائل طبعا هذه الآلة البسيطة تسمى مستوى مائل هنتذكر ان الآلات البسيطة كثيرة متعددة نستخدمها في حياتنا اليومية منها البكرة المستوى المائل العجلة العربة الاسفين كل هذه الآلات البسيطة توفر لنا الجهد توفر لنا الوقت ايضا تسهل العمل ضع علامة صح عند التصرفات الصحيحة او خطأ عند التصرفات الخاطئة الصورة الاولى بنت تمسك السكين لقطع التفاح واضح هنا ان السكين الى حادة وانجرحت البنت من السكين فطبعا عند استخدام الآلات الحادة يجب الحذر فطبعا تصرف البنت هنا تصرف خاطئ الصورة الثانية تحريك الكرتون عن طريق آلة بسيطة هذا تصرف صحيح الصورة الاخيرة احد الاشخاص يقوم برفع صندوق او كرتون ثقيل من على الارض الى اعلى طبعا فيه آلات بسيطة هتسهل العمل افضل من رفع شيء ثقيل يصعب على الانسان رفعه فهذا تصرف تصرف خطأ في نهاية الدرس مطلوب كتابة الكلمات التالية آلات بسيطة عربة بكرة مستوى مائل عجلة هنكتب هذه الكلمات الآلات البسيطة متعددة تسهل العمل لها فوائد كثيرة انها توفر لنا الوقت وتوفر لنا الجهد وعند ترجمة نانسي قنقر موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة